جامسة الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعوا معنا حلقة النهاردة من السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة موضوعات كتير هنتكلم فيها النهاردة يأتي في المرتبة الأولى الحقيقة منتخبات مصر اللي هتخوض مواجهتين فرضت عنه هنا الظروف ان هم يكونوا في منتعة الأهمية وصعوب المنتخب المصري الأولمبي بداية وهي المواجهة في تقدير الأصعب اللي هيلعب بكرة إن شاء الله أمام زنبيا مباراة الذهاب قبل مباراة العودة اللي هتقام يوم 26 المواجهة دي فاصلة في تحديد المتأهل البطولة الأفريقية اللي يهمنا جدا مش بس المشاركة فيها لكن يهمنا كمان إن احنا على أقل تأدير نكون واحد من الثلاثة الأوائل عشان نضمن التأهل لأولمبياد باريس 20-24 وبالتالي مباراة في منتعة الأهمية كل التوفيق أنا تابعة منتخب مصر الأولمبي الحقيقة في أكتر مناسبة وتدع تقول في كتير من العناصر المبشرة نتمنى ونراهن على مستر ميكالي روجيرو ميكالي المدير الفني اللي أحقق قبل كده طبعا ميدالية أولمبيا ذهابية لكن مع منتخب البرازيل ونتمنى معاين نوصل لبعيد دي المواجهة الأولى اللي هتكون بكرا إن شاء الله المواجهة الثانية يوم الجمعة واللي النهاردة اكتمل بشكل أساسي طبعا قوام الرئيسي المنتخب مصر بينضمام المحترفين اللي جايين من بره خيرهم طبعا بعد حجازي وطرق حامد وكوكا صلاح وفي انتظار انضمام إمام عشور اللي عنده النهاردة فرحه نبريكله نقوله ألف مبروك والمقرر أنه هو ينضم بكرا طبعا لمنتخب مصر عنده مطشين مهمين جدا شاءت الظروف والأقدار أنه يبقى فيه في يوم الأيام تصفيات أفريقية تزيل فيها منتخب مصر مجموعته في مجموعة بتضم غينيا وإثيوبيا وملاوي ومن هنا بتيجي أهمية المواجهة انت هتلعب مع ملاوي يوم 24 يوم الجمعة ان شاء الله بإذن الله يكون تاني أيام رمضان غالبا يعني كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم على الجميع يا رب وهتلعب معاهم تاني يوم 28 في ملاوي وبالتالي مصر فيه صحيح الأربع فرق كل فرق عندها ثلاث نقاط لكن رقميان انت في آخر المجموعة بسبب فرق الأهداف فهي مباراة مهمة جدا ومواجهتين مهمين جدا لتصحيح المصار والعودة بقى للصدارة بإذن الله إن شاء الله فيه تصفيات أمم أفريقي اللي يهمني النهاردة في الأهلي اجتماع طبعا كابتن محمود الخطيب في حضور كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة في حضور كابتن محسن صالح كابتن زكريا ناصف من لجنة التخطيط مع كابتن سيد عبد الحفيز اجتماع مهم جدا في توقيت مهم قبل ما نخوش ندخل بقى في مراحل الحسم سواء كنا بنتكلم على دوري أبطال إفريقيا أو كنا بنتكلم حتى على البطولات المحلية يمكن كان فيه اهتزاز في المستوى يمكن كان فيه تراجع في مستوى الفريق في الفترة الأخيرة لكن ما زالت الأمور وقبل مواجهة الهلال المهمة طبعا يوم 1 يناير زي ما قلت لكم من بارح أغلب الظن أنها هتكون 1 يناير مهم جدا ترتب أوراقك وتقيم الأوضاع عندك فيه الفريق على كل المستويات فنيا وإداريا وطبيا كل الملفات كانت حضرة النهاردة في اجتماع كابتن محمود الخطيب واللي قال وأكد فيها على رسالة واضحة أنه كل الدعم للجهاز الفني والإداري والطبي وكل المساندة من المجلس الإدارة لغاية إن شاء الله بإذن الله من نكمل الموسم ده بنجاح وفرصنا كبيرة إن شاء الله ما زلت على ثقة ويقيني إنه الأهلي حتى رغم المطبط الصعبة والظروف اللي يمكن كتير مننا ما يكونش راضي عنها لكن قادر يقدم موسم ناجح وإن شاء الله بإذن الله نوصل للعلامة الكاملة أتمنى إن شاء الله نوصل للعلامة الكاملة النقطة التانية الحقيقة واللي حابب أتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة يمكن تكون متعلقة موضوع حلقتنا اللي هننقشه طبعا مع ترافولتا الكرة المصرية نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم هيشرفنا النهاردة هي فكرة تفريغ المواهب القدرة على تقديم مواهب جديدة للكرة المصرية ده بيحصل عن طريق قنوات معروفة في العالم كله والأسف الشديد يمكن على مدار السنين اللي فاتت والجيل الحالي يمكن على مستوى الكرة في مصر رغم أن فيه تفارات كتيرة جدا حصلت كانت المفروض تساعد بلد المية وخمسة مليون بني آدم أن يبقى حجم المواهب الموجود أكبر بكتير جدا من القماشة المتاحة النهاردة لكن ده ما حصلش ما حصلش ليه ممكن يكون ليه أسباب كتيرة جدا لكن الأهم من ده هل نقدر نصلح من ده هل نقدر نوجد قاعدة ناشئين وموهوبين خلينا قصة ناشئين حاجة والموهوبين حاجة تاني بقى إنا بنتكلم النهاردة على فكرة ندرة المواهب بقى إنا سنين بنتكلم على الموضوع ده هل الموضوع ليه علاقة بقطاعات الناشئين هل الموضوع ليه علاقة بأدوات الاكتشاف هل الموضوع ليه علاقة بوكلاء اللاعبين وإيه دور الأندية وإيه دور اتحاد الكرف ده ده واحد من الموضوعات المهمة طبعا اللي عن اترحى مع كابتن شريف عبد المنع من النهاردة ويهمني جدا في الجزئة دي أركز على أكتر من نقطة واحد طيب خليني قبل ما أخش في التفاصيل وابدأ الحلقة مع حضراتكم هروح لفاصل السريع ونرجع نكمل كلامنا قبل ما أكمل أو أدخل بقى في أخبارنا حابب أكمل جزئية يعني قلة أو ندرة هي بقيتش قليل هي بقيت ندرة الحقيقة ومتيجي حتى تبص على بطولة الدوري تشوف مين البطولة الأكبر والأهم على مستوى المنافسة وعلى مستوى التمويل وعلى مستوى مشاركة الأسماء والأندية اللي فيها تتكلم على أهم وبطولة محلية وتشوف حجم المواهب اللي بيفرغها بطولة بطولة زي بطولة الدوري وكم اسم ممكن يدخل مثلا على منتخب مصر جديد غير القائمة اللي احنا تعودنا عليها مثلا السنة اللي فاتت كل كم سنة كل كم سيزن أو كل كم موسم بيخش اسم جديد المفارقة هنا اللي بالنسبة لي بتمثل علامة استفهام كبيرة جدا هي الفوارق بين زمن فات وزمن حالي وفي فترة من الفترات كانت البنية التحتية في مصر وعدد الأندية اللي بتسمح يكون فيها مدارس وكرة وقطاعات ناشئين مش كبيرة قوي وكانت مساحة الممارسة ممكن في الشارع ممكن في الحارة ممكن في الكفور ممكن في النجوع وكان عشان تطلع مواهبة واحدة مطلوب منك تنف في مصر كلها وانت وحظت ومع ذلك أجيال كتيرة جدا لم تخلو من عدد كبير جدا من المواهب من أول ما بطلعتها تفرج على كرة وشجع كرة وشايف مصر دايما في الأهلي وغير الأهلي في مواهب كتيرة جدا سيبك بقى من قصة فيه إنجازات تترجم دا واللي ما فيش إنجازات تترجم دا دي قصة تانية لكن النهاردة تعالى نشوف البنية التحتية ونشوف عدد الأندية اللي موجودة في مصر ونشوف عدد المستثمرين شركات وهيئات ورعاة ودولة دولة بتدعم رياضة بشكل كبير وملاعب بقت موجودة في كل حتة سوشال ميديا وصورة الاتصالات خلت العالم كله ومش بس مصر قرية صغيرة تقدر تتابع وتشوف اللي بيحصل في أي حتة في أي وقت ورغم كده بأن تقريبا سنين طويلة جدا بنتكلم أصلي ما فيش مواهب عدد المصرين لوصل 105 مليون ما فيش مواهب أكيد لا وأكيد زي صلاح وزي زيدان وزي حازم وزي وليد وزي حسام غالي وزي بركات وزي تريك وغيرهم كتير أسماع كتير في ملايين منهم موجودين في بلاش ملايين في ألاف منهم موجودة في الشعر لكن الفكرة إزاي تكتشف واحد اتنين لأن القصة مش بس قصة تكتشاف وأنا ممكن أقولك على مواهب كتت موجودة بالفعل واحترفت بره بالفعل وما حقيتش أي شيء لأن القصة مش قصة بس مواهبة لكن إزاي هتأسس وإزاي هتطور وإزاي هترعى المواهبة دي والقصة مش برضو مش بس كورة مش بس أنا رايح التمرين وأنا راجع من التمرين وإحنا خدنا بطولة وإحنا خسرنا بطولة لا قصة أكبر من كده بكتير لو كنت عايز تعمل نقل القصة ليها علاقة بتربية وتعليم يعني أنا نفسي في مصر أشوف الحقيقة وأتمنى الحقيقة أنه الموضوع ده يبقى يعني بتتبنات دولة فكرة أنه يكون فيه مؤسسة هيئة معرفش يعني معرفش إيه المسمى ممكن يعني تستكشف أنحاء مصر كلها وتطلع بقى الدرر تطلع بقى المواهب اللي تستحق أنها تاخد بشوار رعاية بالكامل بالكامل يتغزى ويتعلم لغات ويتعامل معها بشكل نفسي ويتم يعني تطوير قدراته على التعامل مع الضغوط ويتم تطوير ناحية يعني روح المنافسة يعني تشتغل على البطل ده أو على الطفل ده من هو صغير بحيث أنك أنت توصل في يوم الأيام يبقى عندك قاعدة ممارسة كبيرة جدا من اللي متأسسين على أساس علمي على كل مساويات بدني خططي مهاري نفسي قادر يتكلم لغة أو لغتين ده كله الحقيقة شغل لو خدنا فيه خطوة ممكن في خلال عشر سنين من النهاردة تلاقي نفسك بتجني الثمر ده وأعتقد أنه كله هيكون مستفيد منتخبات هتكون مستفيدة أندية هتكون مستفيدة بدلا ما احنا بندفع يعني مئات الملايين والمحصلة يعني باستثناء الأهلي مش لاقي حد بصراحة يعني كل أندية في مصر النهاردة بتدفع مبالغ فلكية ميزانيات فرق الكرة القدم في مصر ميزانيات كبيرة وما أعتقدش أنه فيه نادي بيكسب يعني باستثناء الأهلي اللي ممكن يعني ممكن يكون بيغطي مصاريفه مثلا مثلا يعني عنديش أرقام دقيقة يعني لكن مفيش محصلة ومفيش إرادات بتيجي من نشاط رياضي غير في الأهلي المصري ما عدا ذلك تقريبا مفيش على كل أحوال ده موضوع هنتراحه ونخش في تفاصيله وما واحد من نجوم النادي الأهلي زي ما قلت لكم كابتن شريف عبد المعن هيشرف خليني أعدي على أهم أخبار الأهلي النهاردة بسرعة وأخبار مصر طبعا عندنا مباراتين أمواجاتين مهمين جدا للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي واحد حكم مبارات الأهلي والهلال واسمحوا لي قبل ما اتكلم عن الحكم في نقطة نقطتين الحقيقة مهمين جدا عايزة أتكلم فيهم مع عشقائنا مع عشقائنا مع الأصوات العقيلة في الهلال السوداني يعني واحد أنه الأهلي وده كان منطقي جدا وحتى من قبل طلب الأهلي بشكل رسمي ومن وقت ما تم الإعلان عن موعد مطشط المنتخبات الأفريقية في تصفيات أفريقيا كان تقريبا شبه مستحيل وكانت علامة استفهم بالنسبة للقائمين على الأمور هل الاتحاد الأفريقي بيشتغل في جزر منعزلة؟ يعني هل الناس اللي بتشتغل على ترتيب موعد مباريات الأجندة الدولية واللقاءات الرسمية بين المنتخبات الأفريقية في بطولة أمم أفريقيا بيشتغلوا فوادي والناس اللي بتشتغل على بطولة الأندية بطولة دولي الأبطال وبطولة الكنفدرالية بيشتغلوا فوادي تاني؟ هل دول أجندة ودول أجندة والأجندة الاتحاد الأفريقي مفترض أنها تكون واحدة عشان ما يكونش فيه تعارض زي ما حصل تعارض قبل كده مثلا مع مشاركة ممثل قارة أفريقيا بطولة بحجم بطولة كلاس العالم الأندية وقامت بطولة أمم أفريقيا في نفس التوقيت فيه تمن بتدفعوا القارة بصرف النظر عنه كان الأهلي أو مش الأهلي يعني وبالتالي ما كانش منطقي أبدا أنه يبقى منتخب مصر بيلعب في ملاوي يوم 28 يعني لعيبة لعيبة الأهلي ولعيبة كل الفرق بقى اللي ممكن تكون بتشارك في أفريقيا على مستوى القارة كلها بيلعبوا يوم 28 يرجعوا بلدهم 29 عشان يلعبوا مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أفريقيا يوم 31 إزاي يعني 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 ما ينفعش مش طبيعي طبيعي جدا 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 يتم تأجيل مباراة 24 ساعة و24 ساعة عموما يعني بالنسبة لفرقتين بحجم الأهلي المصري والهلال السوداني مش هتكون على مفارق يعني مش هتفرق في استعدادات الفرقتين للمباراة ومش هتفرق في عودة قائمة المصابين ومش هيكون ليها أي تأثير فبلاش نخش نحارب طواحين الهواء ويريتنا حافظ زي ما الأهلي كان حريص في مناسبات عديدة ومتكررة على حسن العلاقات وتغادى وغض البصر عن كتير من الأخطاء والإساءات اللي حدثت على المستويين الرسمي والجماهيري إنه إحنا يبقى فيه تبادل أو يعني نفس الحرص على حسن العلاقات ده واحد اتنين جماهير الهلال السوداني أهلا وسهلا بكم على صفحاتنا إحنا متعودين على ده على فكر كبير أفريقيا في كل مواجهاته محليا كان أو قريا متعود على استقبال جماهير الفرق اللي بتنفسه ويا ما استقبلنا جماهير الوداد أحسن استقبال ويا ما استقبلنا جماهير الترجي وبشكل يعني مستمر باستقبل جماهير الزمالك على صفحاتنا ما عندناش أي مشاكل في ده وفي النهاية حتى لو كان فيه تطاول من أي نوع ده شيء لا هيقلل من الأهلي ولا هيزوده يعني دي حاجة بتعبر عن ثقافة معينة عن بيئة معينة عن مستوى تربية معينة لا يسيقل لنا بأي حال من الأحوال لكن زي ما أنا بديك حقك كامل حقك في أنك أنت تنتمي وتشجع فريقك زي ما أنت عايز من حقي كمان وخد بالك هنا أنه المقارنة لما بتتقال ما بتبقاش هدفها الأهلي مش بصص غير فكر راسته جماهير الأهلي مش بصص غير فرقتها وأعتقد أنه كل الفرقة اللي بتنافس النادي الأهلي لو بزلوا ربع المجهود اللي بيبزلوه مع فرقين النادي الأهلي بزلوه مع فرقهم فرقهم هتبقى في حتة تانية فنرجو أن المباراة أي أنكات نتيجتها ما تأثرش في النهاية فيه علاقات وفيه روابط تاريخية وفيه يعني علاقات كبيرة جدا بتجمع بين مصر والسودان الدولة والشعب المصري والشعب السوداني أعتقد علاقتهم كبيرة جدا أكبر بكتير جدا جدا من مباراة كرة قاتل نروح لمطش الهلال اللي هيحكمه الموريتاني عبدالعزيز بو اسم جديد علينا شوية وما فيش معلومات كتيرة قوي عنده هو اللي تم تكليفه بإدارة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا هو حقيقة مش وره حتى في دوري الأبطال مش كبير يعني هو أدار مباراتين في دوري أبطال أفريقيا منهم واحدة أعتقد كانت بين شاببت القبائل وفيتا كلاب وانتهت بفوض شاببت القبائل بنتيجة 2-1 أدار أربع مطشط في الكونفيدرالية الأفريقية وكان ليه مباراة واحدة بس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس أمم أفريقيا ومباراة وحيدة أيضا في كاس أمم أفريقيا تحت 20 ومباراتين في كاس أمم أفريقيا الأخيرة اللي تلعبت للمحليين وليه مباراة ودية دولية وحيدة يعني السيفي بتاعه مش كبير قوي ودي ممكن تبقى ميزة ممكن تبقى عيب ممكن تبقى ميزة لأنه ما عندوش أو ما فيش فريق مكون عنه انطباعات كاملة هو بالنسبة لنا حكم مجهول نمرة 2 أنه أعتقد ده يساعده بشكل كبير في أنه يخوض المباراة ويدير المباراة دي بقى عصاب هادئة ده من ناحية المميزات من ناحية العيوب عدم وجود فار طبعا بيتكلم اللغة العربية ودي برضو شيء إيجابي جدا هيسهل معاه التواصل أو هيسهله هو شخصان التواصل مع الفرقتين لعبة الفرقتين والجزء الحقيقي اللي يمكن يكون سلبي شوية هي قلة الخبرة في مباراة مهمة جدا وحسيمة هتحدد مين هيصعد عن المجموعة بين الأهل والهلال والفكرة أنه هنا ما فيش فار فبالتالي أنت هتاخد القرار وتتحمل مسئولياته وبالتالي دي النقطة الوحيدة اللي أنا يعني مش عايزة أقولها تخوف منها بس يعني لابد أنها تذكر أو يتعامل لها حساب نتمنى التوفيق لفرقتنا إن شاء الله بإذن الله وهتكلم مع كابتن شريف النهاردة على الأهل وعلى استعداداته بالشكل الأمثل خصوصا مع غياب اللاعبين الدوليين انت عندك عدد كبير من اللعيبة وهنا مهم جدا معلش قبل ما روح لمنتخب مصر أتكلم معاكم شوية ودي وجهة نظر محترمة ترحى كتير من جماهير النادي الأهلي لها كل التقدير والإحترام فكرة إنه إحنا ليه مش هنلعب أو ليه بنفكر منلعبش كاسر ربطة أو ليه الأهلي مش عايز للعب كاسر ربطة نتفع على حاجة واحد كاسر ربطة ما هياش بطولة مش عايز أقول مهمة ولكنها ليست في الأولوية على أقل تأدير يعني لو رتبت أجندة الأهلي من حيث البطولات هتلاقي إن بالتأكيد طبعا بالنسبة للأهلي كجمهور وإدارة ولعبين بطولة دولي الأبطال هي أهم البطولة بعد كده البطولات المحلية وصلت لنهائي الكاس حققت السوبر المصري وعندك بطولة الدولي اللي ما زلت رغم تأخرك بعدد يعني ثلاث مباريات أنت عندك ثلاث مباريات معجلة وما زلت حتى اللحظة في الصدار المنافسة كلها رايحة للمركز الثاني حتى اللحظة وعندك نهائي الكاس مع بيرامدز المفترضة هتلعب في أول عشر تيام أعتقد يعني هيبقى في أول عشر تيام من شهر إبريل بعد مطش الهلال فبالتالي كاس الرابطة تيجي في الترتيب الأخير من حيث الأهمية نمرة اتنين التوقيت هل أنتوا بتقولوا أو وجهة النظر المحترمة جدا على فكرة اللي بتقول إنه اللعيبة اللي ما بتلعبش مع الأهلي ممكن تلعب إمتى؟ ممكن تاخد فرصة إمتى وهي وجهة نظر سليمة جدا وسديدة جدا في التوقيت ده صحيح فيه لعيبة كتير جدا من أول الموسم لغاية النهاردة ما ظهرتش حتى في مبارا واحدة ما خدتش حتى تبديلة فبالتالي هي فرصة مناسبة جدا لإنه اللعيبة دي تاخد مساحة من المشاركة في مواجهات رسمية ولكن واحد نظرا لقلة عدد لعابي لأهلي الموجودة أنا برد بس على وجهة النظر دي وعيسك تفكروا معي أنا مش ضد على فكرة أنا مع الفكرة جدا لكن يمكن في توقيت تاني كان المنطق ده يبقى جايز جدا يمكن في توقيت تاني كان المنطق ده يبقى سهل تطبيقه وكان الأهلي يسعى لده بشكل كبير كجهاز فني أو كإدارة ممكن جدا وارد طبعا لعيبة اللي محتاجين إحنا حتى كجمهور نشوفها ونشوفها يلي ما بتشاركش تاخد مواجهة رسمية أحسن بكتير جدا من التدريبات اللي هم بيتدربوها كل يوم وبالتالي إحنا ما بنشوفهمش فيها وفكرة إنك تلعب مباراة إنت عارف إنها بالتأكيد تختلف عن فكرة إنك تلعب تأسيمة في تمرينه لكن في النهاية هل هل تقبل أنت كأهلاوي إنه لعب في مباراة زي مباراة المصري في كاسر ربطة لعب ممكن يكون أساسي ممكن لعب يكون مهم ممكن يبقى ورقة مهمة ورقة بديلة مهمة جدا يتعرض للإصابة أنت بتلعب قبل مباراة الهلال بـ 72 ساعة إيه حجم المخاطرة اللي ممكن تخليك أو تجبرك على حاجة زي كده وليه أساسا ما تتأجلش المباراة دي الوقت تاني هل كسر ربطة من الأهمية بحيث أنه يتحتم إقامته في التوقيت الحالي طب ماقوله الهلال السوداني وأنا ما بقرنش يعني بس الشيء بالشيء يا أسكر تأجله من اتحاد السوداني مباراتين في الدوري وداخل معسكر مغلق في السودان ويوصل هنا القاهرة يوم 28 فبالتالي الحسابات ليها أو وجهات نظر ممكن تكون مختلفة لكن بالتأكيد كلها هدفها الصالحة العام سواء كانت وجهة النظر اللي بتدعو المشاركة وتجربة اللعيبة اللي ما بتشاركش أو وجهة النظر بتقول خوفا من فقدان أوراق مهمة جدا أو تعرض لعبين للإصابة في مباراة الرابطة قبل من روح لمواجهة الهلال في دوري الأبطال انت مش عارف ونتمنى ان شاء الله السلامة للجميع للجميع انت مش عارف بعد مواجهات الدولية دي انت عندك ثلاث محترفين أجانب مع منتخباتهم برستاو علي معلول آل يو ديانج عندك لعباتنا اللي في منتخب مصر الأولمبيك عندك لعباتنا اللي في منتخب مصر الأول وبالتالي لو قسرت ورأة من دول مين مستعد يدفع تمن ده فبالتالي ما أعتقدش انه في وقت يسمح بالمخاطرة بقى أشكري ملا أشكاله وبالتالي أتمنى ان شاء الله وخصوصا انه كان منطقي جدا انه بما انه الاهلي بقى الممثل وحيد لمصر في البطولة انه يتم تأكيد كان تتزق في أي وقت الموسم مش هيوقف على مباراة الكاسر ربطة طيب نروح كلمنا على الحكم نروح لمنتخب مصر الأوليمبيا بقى الدهار ده طبعا المسات الأخير اليوم الأخير لاستعداد المنتخب لمواجهة زامبيا في تصفيات أفريقيا روجيرو ميكالي خاض التدريبات والحقيقة يمكن مباراة زامبيا هتكون مباراة صعبة شوية زامبيا من الفرق دائما اللي عندها كورة وبالذات في العمارة الصغيرة دائما زامبيا من الفرق اللي لها يعني تقلق بين البطولة المفترضة إن شاء الله بإذن الله في حال ما إذا تجوزنا عقبت زامبيا زهابا وقيابا هتقام في المغرب ويمكن روجيرو ميكالي أعلن القائمة اللي هيخد بيها المنتخب المواجهة زامبيا زهابا وقيابا حلس المرمى عندنا علي الجبري عندنا حمزة علاء عندنا يوسف نادر ومحمد أحمد في خط الدفاع محمد أشرف حسام عبد المجيد محمد طارق حتم محمد سكر محمد مغربي عبد الرحمن جودة محمد حمدي وأحمد عيد وعمر فايد وأحمد سيد عبد النبي وأياد العسقلاني خط النص في أحمد نبي الكوكة رأفة خليل محمد حسان بيسو مصطفى السعد ميسي ومحمود صابر وعماد ميهوب وزياد فرج وعربي بد ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وعبد الرحمن عاطف وعبد الغني محمد وعلي زعزع ومصطفى أشرف ومصطفى أشرف ده خدوا بالكم متابعوه كويس ده بيلعب في بروسيا مونشن جلادبخ لعب مصري محترف في الخارج وعندها في الهجوم مصطفى فصل وأحمد عاطف وعبد الرحمن عاطف أجويرو ومعاهم طبعا إبراهيم عاد قالوا لي في حد خرج من القايمة مين طيب أحمد سيد عبد النبي تصاب وخرج من قايمة المنتخب كل التوفيق للاعبتنا ان شاء الله بإذن الله ومهم جدا تحقق بكرة مكسب كبير يا رايحك قبل مباراة العودة طيب من الأوليمبي نروح للمنتخب الأول عندنا مطشي ومجمع ان شاء الله مباراة مهمة جدا خليني أقول لكم ترتيب المجموعة ترتيب مجموعتنا في تصفيات أمه أفريقيا للنسي عندنا مطشي واربعة دعطول 24 في القاهرة 28 في ملاوي ترتيب المجموعة إثيوبيا في أصدارة 3 نقاط ملاوي في المركز الثاني 3 نقاط غينيا في المركز الثالث 3 نقاط ومصر في المركز الرابع 3 نقاط الأربع فرع عندهم 3 نقاط بس طبعا فارق الأهداف احنا كنا كسبنا غينيا هنا 1-0 في بداية المشوار وبعد كده خسرنا من إثيوبيا طبعا في إثيوبيا المباراة طبعا عملت أزمة عاصفة في مصر في التوقيت ده لكن في النهاية يعني خلينا نتفق برضو المجموعة مطشي ملاوي آه كرة التورد في أفريقيا آه اتغلبنا من إثيوبيا آه عنينا وإحنا بنكسب غينيا على أرضنا 1-0 لكن في النهاية لا صح الله صحيح وأعتقد أنه مهمة المنتخب المصري ممكن تبقى صعبة ممكن تبقى شقة لكنها ليست مستحيلة وصل كل المحترفين انضم لقائمة المنتخب المحترفين طارق حامد أحمد حجازي إمام عشور طبعا هينضم ببداية من بكرة زي ما قلت لكم النهاردة حفلة جوازه في ألف مبروك إمام عشور ونضم محمد صلاح وهيشارك في التدريبات بكرة إن شاء الله قبل مواجهة ملاوي في تصفيات أمم إفريقيا خليني نروح لفاصل بعد الفاصل نستقبل نجم الأهلي الكبير طبعا ترافولتا الكرة المصرية كابتن سريف عبد المنعم يشرفني في سادسة نروح لفاصل ونرجع نستقبله في ستوديو يعني بمناسبة كلامي في بداية الحلقة على قصة المواهب وتفريغ المواهب والطفرة اللي حصلت فيه كل حتة حولينا معه ده إحنا بصراحة يعني كلام كان يمكن في الفاصل مع زمالي على فكرة أكاديمية جنرسيون فوت في السنغال وإحنا كلها شوفنا طبعا المتخب السنغالي اللي جي هنا في لعب معنا في القاهرة في بطولة الشباب واللي خد البطولة والتلاتة منهم بعد البطولة عطول طاروا على فريق ماتس الفرنسي فيه احتلال كرة والأفريقي الدول الكبيرة والأندال الكبيرة في كرة القدم النهاردة موجودة بأكاديمياتها بخبراءها بكشفينها في كل ملعب أفريقيا بتساعد وبتطور وبتدعم وبتصرف عشان تستفيد بالمواهب دي فمن الأولى الحقيقة إن حد عندنا في مصر يعمل أي حاجة وليه المواهب ما بقتش موجودة وليه المواهب بقت عملة ندرة زي ما قلت لكم ده واحد من ملفات اللي هتكلم فيها مع نجمينة النهاردة كابتن شريف عبد المنع اللي بيشرفنا في السادسة وما بيشرفناش كتير تألان علينا والله أنا بتلكك عشان أبقى معاك وانا في السادسة حبيب يا كابتن شريف إزاي كل سنة متطيب أولا متطيب وجميل ندي الأهلي وشعب مصر وكله بخير إن شاء الله يعني عندنا ملفات كتير حابب بيبتدي معاك بالمواجهة المنتظرة والجماهيرية يمكن مشوار الأهلي كان صعب شوية في مجموعة دوري الأبطال لكن قدامنا مواجهة مهمة حاسمة تحمل أمال وأحلام وطموحات كل جميعنا دي الأهلي وقدرت وجهازه الفني ولعبته إزاي شفت الدروب اللي حصل في مشوار الأهلي في دور المجموعات وإزاي شايف مطش الهلي خليها بتدي تقييم المشوار دور المجموعات الأول طبيعي جدا إن انت لما تكون في بطولة كاس عالم الأندية وعشرة يام وتلاحكة في أربع مباريات مع أكبر فرق موجودة في الكارات وانت بتلعب معهم وتعمل نتائج أو يبالك وجود وحضور جامد جدا وضغط نفسي ودعاناوي وانت تنقل نعلة كبيرة جدا من أراضي جيدة وأتموسفير جيد ومعشي تروح في أرض تانية خالص ما يتعيش عليها كورة أو صعبة جدا إنك انت تنقل النعلة دي والحياة والمعيشة والدنيا كلها بالقتلات بالنوم بالرحلات بكل حاجة بالاستقرار كل ده ميبقاش فيه استقرار وتلاقي نفسك رايح تلعب مباراة زي الهلال مثلا كويس تخرج من الهلال تروح على أسوان عشان تلعب مباراة برضو خارجية ويتخلى الكل ده إنك انت لا ترحم إنت أو أي فرقة معاك زي مالك مثلا أو او او مين معنا فاركو في البطولة ال كونفيدرالية كونفيدرالية فالسيستم نفسه احمد مش مش مظبوط الدنيا خدت بالك مش مظبوطة المشاكل كلها من بره المشاكل المشاكل بتتصدر لك إنك بتزنق نفسك وبيزنقوك وبيخلصوا عليك واللعابة متهالكة كلها وبيحصل إصابات كتير جدا طبيعي جدا إنك انت تتعثر في مباراة زي الهلال اللي انت روح تهر في ما تلعبش فيها كرة انت شخص فيها كرة يوم ساعتها لا طبعا ما تلعبش كرة عندهم الراجل 34 ده اللي بيجري حر هناكو على ملعبه و شاط فاول الشمس كانت معاكسة أو حاجة زي كده بالنسبة للشناوي وبانوا كل القصص وبانوا كل الأمجاد على حس فرقة اسمها كوتن الكاميروني مش موجودة خالص دي اللي بوازت المجموعة دي كلها أي حد رايح جاي عليها بيعدي حيكسبها مده اللي بواز التنافس في المجموعة في المجموعة وخلى لبعض الفرق إنه لما كثبتك أنت بقى اتضامنا لستة بونت وتأخرك في المباراة الأولى اللي هي كانت هتبقى مع كوتن الكاميروني على مطاكسة كنت هيبقى عندك ثلاث نقاط أنت في أول المجموعة أي كان هيبقى الفرق واضح جدا إنك إنت معتالي زيك زي السونداونز المجموعة منك إنت اللي حات تبقى أصلاك راكب راكب الجدول من الأول والهلال مجموعة من سونداونز بقيت إنت والسونداونز الهد بتوع المجموعة بس إنت شايف إنه كله من بره فيش حاجة من جوء يعني كورة الأهلي ما تهزدش لو تاخد بلاي أنا بقولك أنا لما أقب عشر تيام أربع مباراة دي لازم يبقى في دروب من مطش الأخير من مطش القطن الكابيروني اللي فوزنا فيه أربعة لغاية ما عاد مطش الهلال يوم واحد أبريل هل شايفها فترة كافية لاستعادة الفريق للتوازن وتقديم عرض يليق بشخصتنا دي أهلي يليق ببداية الموسم على الأقل تقدير هل تدين البداية الموسم بداية ولا أروع سواء دوري سواء سوبر سواء حتى أفريقيا بره وجوه قدام الاتحاد المنستيلي هل دي فترة كافية من وجهة نظرك بس حولك على حاجة ما أنت متاخد منك كامل عيب في المنتخب سابعة لو بعد استبعاد شريف وأفشة ده بعد إزاي كمان يعني منتخب رايح من غير بليميكر من غير أفشة دي كرصة تانية أنا أتكلم فيها بعدين ما يجي المنتخب بقى نبقى نتكلم في المنتخب يقول في سنتر فروت في دلوقتي كهرباء عارف يعمل حالة حضور ويوصل إنما الفرقة بقيت اللعيبة التانية متاخدة منك عندك شدناوي عندك حضي فتحي عبد المنعم منتخب الجلوم عندك أربعة عندك حداشر لعيب وجاية لجنة المسابقات الرابطة عايزة تعمل كاس الرابطة وتلعبك قبل المطش بتلات أيام دي ناس ناس بتلعب ضد الرياضة في بلدك ما هو ليه حق بقى طريق دياب يجي يقولك إيه إزاي بلد فيها مية وخمسة مليون لعيب ما عندهمش قاعدة من المواهب وبتاع اللي انت هتتكلم معاه في الآخر فيها ده من السيستم عندنا السيستم انت حتى لما بتيجي تعمل أو عايز تبني أو عايز تخطط زي السنغال كده لما عايزك تشرفت وقلت إن هم ده نتيجة التخطيط بيخططوا من لحاجة معينة بياخدوا نفسهم سبيس ومساحات لسنتين ثلاثة لقدام منتخب وميطلعوا حاجة زي اللي انت شفتها منتخب السنغال ده حاجة تفرح حاجة تفرح وتلعب في أوروبا مش تلعب عندك في أفريقيا بس فأنت عندك سيستم نفسه مش مزبوط وإذنك لفايد إن انت لازم تبقى حد من اللي بيشتغل في الرياضة كويس تجيب ناس تخطط للرياضة مع عدم الانتماءات كمان يعني لأنتمي للأهلي ولا أنتمي للزمالك ولا أنتمي لحد معين أنت عايز ده كاترة بتعرف شكل الرياضة وبتتفرج على السيستم بتاع برة هو أنتو ليه بتقلده الغرب في كل حاجة وفي الصح ما بنجيش ما بنقلدش ليه إحنا ما ناخد الدولاب زي ما هو كده المحترفين ده الدولاب لاحتراف ده كله وتيجي تطبقه هنا ناهينا عن الفرق في اليورو وفي الفلوس والحاجات دي ابعد عن الحاجات دي ويمشي على لا ده أنا مجيل كمان المحترفين الأجانب اللي في مصر وهل أضافوا لمستوى الكرة أو تطوير الكرة المصرية ولا أنت بتتكلم على خمس محترفين مسموح بيهم في كل نادي تقريبا وعمل لنا كيف يمكن منصف مديني مئة واثنين مئة واثنين مئة واثنين محترف في مصر منهم محترفين ملعبوش مسمينهم ملعبين دولي ما لعبش مطش أو نص مطش عندك علي معلول يمكن هو المحترف كويس عندك بيرش ده ده لعب في انجلترا وفي بلده ومعروف هنيجي في الملف ده سأرجع تاني المطش الهلال والأهلي إن شاء الله فهو ده السيستم اللي خلى الهلال يعتلي بضربة كورا اللي هي الفاول دي كسبك في المطش ده وعمل مشاكل وأول وإي حد بيكسب بناد الأهلي فالدي يباليه طوابع إنما هم أخواتنا وحبايب الحكاية مش هتعد مباراة المباركة عندك والديني ومرارك عالي أنا بقى كمان بتحدد فيها الكواليفايد والتوفيق بإذن الله طبعا لفرقتنا لحنا لازم نتكلم عن لما أي حاجة بتتناولها الإعلام أو بتتناولها السوشيال ميديا ده السببه كان تأجيل المباراة بتاعتك بتاعتك الكوتن الكاميروني اللي كانت عندك في مصر تأجيل السبب مشاركة الأهلي إنت لو تريد بالسلاس نقاط دي الدنيا اختلفت على أقل كتاعتك عادل إنما أقدر الله ما شاء فعل والقمة وإصارة طبعا في اللي حصلت ما فيش حاجة صندونيس لازم يكسب كان المباراة عشان يضمن أول مدموعة طب تعرفش بكرة لو لعب الكوتن ممكن الكوتن يعمل معاه أي حركة كده مش رطيفة ويكسب فالناس دخلونا في مشاكل ودخلونا في حوارات ودخلونا في منشتات معمولة الهلال عقول لك الحاجة أنا متعاطف معاه الحاجة بس إن حيبقى كواليفايد يعني كان في إيده إن هو يبقى في دور التمانية ودي حاجة جيدة بالنسبة له الأهلي متمتع بالبطولة صاحب هو صاحب القدر الأكبر وهو صاحب الحكاية هو من حقه يحلم ده أول لقب ومن حقه يحلم الهلال محققش أي لقب أفريقي في تاريخه كله إحنا متعاطفين معهم ناريخ أعتقد هو اللقب وحيد حق مشروع جدا للهلال يتمسك بالفرصة اللي تبقى معاوك ومعاكو بس ملعب يبقى هو في الآخر هو اللي بيقولك المتو ما أنت جالك ضرب الجزاء ده يعطاه دي كانت على أعالة خليتكو اللي فايد وإحنا جات لنا ضرب الجزاء ده يعناه برد وإحنا يعني ضرب الجزاء بتاعتهاني في ماتشو سانداونس كانت كافيرة بأنه وإحنا في كل المباراة بقى لنا أربع خمس فرص لو استغلنا أنصف الفرص دي والحلول دي ولعنة الإصابات بعدت عنك صدقني مه ما عندناش مشاكل أنا ما ما بقلقش ولما بقلق بنحسس كلنا نقول ايه الحتة دي فيها مش عارف ايه الحتة دي يا جماعة لدينا نركز ونحن مع أسكر مع نفسنا كهرباء أفل أفل السؤال ده أو يعني حتى لو بشكل مؤقت يعني شايف أنه رجوع كهرباء وفعالات كهرباء أنا مش عايز أقول رجوع لأنه شايف كهرباء لسه برجعش برضه وأنا مع كل احترام للناس كلها شايف أنه إنكانيات كهرباء أكبر بكتير من الشكل اللي هو ظهر به لكنه على مستوى الفعالية الحقيقة رجوعه كان مفاجأة لجميع بما فيهم أنا شخصي قدرته على المساهمة الصناعة والتهديف لما تكتمل القوة بتاعتك في العيبتك الأساسية وفي الفورما بتاعتهم هيظهر وجود كل من عنده كورة منهم كهرباء يعني كهرباء عنده كورة عايز الأطراف بتاعته اشتغل كواس أول عايز البلايميكر بتاعته هو بيعرف يترجم بسرعة في جورة في ماتش الكاميرون ما احترامي المنافس يعني وهي جاله رح عملها له وقفشة رح واخدها على طول في الجول في واحد تاني يقولك يروح واخدها ومحضرها ويفكر هيعمشوت ولا يعدي لا هنا الرجل عاش كده بقولك عمل لنفسه حالة حضور وصلته لمنطقة مصر فده كهرباء وكهرباء لعيب في لعيبة تقيم وفي لعيبة لا تقيم إنما الحالة البيضانية بتاعته عملت زي إصابته فيها شكلها إيه مش عالف هو ده اللي اللي يخليه تايما كهرباء حيبقى موجود ولا مش موجود إنما كهرباء أساسياته وكورته كرة عالية جدا لما بينزل جنبه محمد شريف بمس لها محمد شريف ده ووو فوق كمان لأن معاه لعيب جنبه بيلعب كرة كويس عبدالقادر لما يبقى أحمد في المستوى الدنيا كمان بتكمل بيعدي سهل جدا روح أميلا بالعرض علي معلول لما بيوصل لبنطقة دي وإعلام العرض جول فإنت تخيل الدنيا بتبقى عندك من أنصف وحلول زغيرة جدا إنت تقدر تكسب أي مباراتة بتلعبها مع أي حد على فكرة والأهل أثبت قدام ريال مدريد كده 40 ديئة عندك كنت تقدر تكسب 2-3 فيه إنت اللي ما كسبتش إنت اللي فرطت إنت لما رجعت بقيت 2-2 وقفش ضايع الكرة إنت اللي أجل لك ما ركزتش بقى أيوه صعبة برده زهقت صعبة لا زهقت طول الماتش بلعب ريال مدريد وجات للفرصة أنا وعملتهاش خلاص وقفت بقى ريال مدريد راحت بـ 3-4 كور داسوا عليك في خطة 18 ما هي الحكاية فرصة أو الحكاية بتبقى كرة واحدة مثلا أو حاجزة كده إنما البيض عندك عندك ولا ما عندك لا الحية عندك بس برضو إنت نوهت على حاجة كده في الأول آه لا في حالة لازم تتذبط وفي فيديوهات لازم تتفرج وفي أخطاء لازم نتعلم منها صح متفقين دي متفقين تعالى نسوف كده وسائل الإعلام في السودان إزاي بصت على المواجهة المنتظرة خدوا بالكم في مش عايزة أقول عليه أسميها حالة تصعيد يعني خليني بلاش أقول تصعيد خليني أقول حالة شح كبيرة جدا ومش هتكلم برضو على السوشال ميديا إن السوشال ميديا ما تقدرش تمسك بتتكلم على مين لكن تعالوا تشوف وسائل الإعلام في السودان بتتكلم إزاي على المباراة وإزاي بتتكلم على مواجهة الأهل والهلال السودان الزرقاء الهلال يرصد حافظ ضخم لمعركة الصمود والصعود الأزرق يستقنف تحضيراته تأهول للأهل ويستعيد بالنمور السقور الجديدان ده طبعا مباراة ودية هم طلبوا هم تأجلهم مباراتين في الدوري وهيلعبوا مباراة ودية قرروا هم يلعبوا اه ودية ايه شايف إزاي يعني أري إزاي التصريحات كده وفي نظرة كده عارف المباراة المصيرية دي بقولك ايه أنا أري فرقة السودان مش أري التصريحات اه أنا أري أري لفرقة تلعب جي مفتوح اي وبتلعب عندك هنا يجرؤ أنه يلعبني أنا جي مفتوح هو هيلعبك ما برفش يلعبك الجي مفتوح والراجل متحل ثم قدام سانداونز سليف كانوا يعني كان سانداونز دغط عليه تاني تايم تاني تايم وان سايد جيم يقدر يخلق تير قوي انما عشان كده هم فتحين خطوتهم كلها عشان كده بلعبوا عن الراجل 34 ده أنا بس عادة أفتكر اسمه مكابي مكابي هو ده عنده تحرر عرضي ويميني وطويل وبيشترك وسريع فهم بيبنوا كل الحاجات دي على سرعته يعني فإنما بقيت الخطوط ما بيقفوش صحي كمان في نص الملعب هيتلاقي واحد اللي هوف رايت ماشي كده والهوف باك نادر لتاحته والتاني لقدام كل نص الملعب بالبتاع ده بوان تو تلاقي نفسك راح على الجول يعني الصمود اللي بيكلمه عنه والصعود والكلام من ده ومعرفش ايه كل ده بيتلغي بالنسبة لأنا بعد أول هدف ولا مزبوط طبع بعد أول هدف وتعزيز الهدف خلصت الحكاية نشوف الصحافة والإعلام وسائل الإعلام السوداني بتقول ايه كمان الهلال يواجه الأهلي شندي إعداديا مساء الخميس للمباراة طبعا التحضيرية كشف السيد عبد المحايم الأمين مدير دائرة الكرة بنادي الهلال عن وضع برنامج متكامل لمجابة تحديات المرحلة المقبلة وأشار خلال حديثه المركز الإعلامي أن الفريق سأدأ تحضيراته لمجابة الأهلي في الجولة الأخيرة آه يعني هي نفس قصة المباراة والدهي اللي كلمت حضرتك عليها كويس بس نشوف هما سمحوا للهلال وأجلوله مبراطين في الدعوية وإنت الرابطة بتاعتك عايزك تلعب على المصري قبلها بتاعتها دي حاجة مرفوضة تماما يعني وما عندك حداشر لعبة بره كمان الفريق يعني أنت عايز ايه يعني أنا مش فهم ايه لغة الاستفزاز دي اللي انت بتعملها على كرة مصرية عموما يعني مش أهلي بس ولا مين اللي بيعمل حاجات دي هي مش مفترض يعني أنه كسر رابطة مش من مش بالأهمية دا كمان عامينه حاجة يا واهمية نوكاوت نوكاوت اه يعني زمان كنا بنقول ايه آه لما بيوقف المتشاط الدولية وكلام من ده أجندة الدولية أجندة الدولية بنعمل متشاط للفرق التانية عشان ما يحصلش حالة ركود طب النهاردة المحلة خرجت انبارح آه ركود دي ركود لغاية امتى بقى حضرتك هيفضل اللي عايش الاسماعيلي والمحلة وبيت الفرق فين دايب وكل لعيب حيتغلب أو كل فرقة حتتغلب حتروح فين دايب هو ده المبدأ اللي انت يعني حتى هو انت بتفكر ما فكرش زي السنة اللي فاتت كمان ده خبر تأجيل ده خبر تأجيل يا كابتن شريف هون ووافق على تحاد السوداني ووافق على تأجيل مباراتين الهلال في الدولة الممتازة انا كنت فاكر بتقول لي خبر تأجيل مبارات الأهل والمطر لا عندنا هنا لو يتقولوا يقدموها او يتزواف مطر ايه الدوافع بتاعتهم انا مش فاهم عايزين ايه بالزبط هم ايه انا خد بالك انا ما بكلمش في حاجات كتير بس في حالات بتبقى حالة سفزازية لا ليست الاولى ولا تكون الاخيرة لا حالة سفزازية بجد ايه يعني عايزين تقول لنا ايه مش فاهم انا انا مش فاهم عايزين يقولوا ايه اخد بالك برضو كابتن شريف من نظرية انا بتاعتقد فيها وصدقها بصراحة فكرة انه الاهلي بقى نجح على طول على كل المستويات تلعبوا مع مستويات عالمية في يعني احنا تمانين مليون هلاوي لا انا مش بساهم هو حضرته بكلم فكرة ان الاهلي هو البطل وهو الزعيم اه البطل والزعيم تمانين مليون ده غير اللي بقى في الانحاء الامر الوقع الانحاء الوطن العرب يعني في العشرة او اتنشر سنة الاخيرة نجحات الكرة المصرية في مصر تنسب فقط للنادي الاهلي ما تشتغل حل فيه اي انجاز ساني يتحقق للكرة المصرية غير النادي الاهلي وبالتالي حالة النجاح المستمر والمتعاقب والمتوالي دي بتكشف فشل الاخرين فبالتالي اللي مش قادر ينجح بيحاول يعطلك هو انت السنتين اللي فاتت الدور راح منك اتاخد منك ولا انت اللي سبت الدوري لا احنا يعني بص هو يعني هي جريمة مشترك لا احنا لو وعنا في حاجة اسمها حقوقك ما بتاخدهاش مش انت فهمتني قصدي وكفي اخطاء تحكمية فجة ما هي دي اللي بقولك عليها الاسم الفار طول ما في الفار مش هتشوفه يعني انت فهمتني ف احنا اللي بنفوت رأي سارح سريم متعاديين تاخدوا الحاجة ولا مش عادينا مش عادينا اي حد ياخدها مش هنسمي مين اللي خاتها خلاص فالسانة اللي فاتت نفس القصة تروح دور بطولة العالم ها تحقق مداليا يرهنوا عليك انك هترجع صفر لديك بـ 12-13 لعيب تعمل انجاز ايه ترجع هنا تصارع بقى وتشوف الواقع المرير الحقيقة المرة اللي بنعانيها كلنا كلعيبة وكمشاهدين من السيستم ايوه السيستم مش هتغير لانه ما ينفعش يبقى طول الوقت لا في مصر ولا في افريقيا فيش غير الاهلي يعني في اوقات كتير جدا الاهلي تحرم من بطولات عشان ما يبقاش الاهلي هو المتصدر المشهر في اوقات كتير جدا الكلام ده جوا مصر وبره مصر على فكرة حتى في افريقيا عايزين حد غير الاهلي اه حرب وحد غير الاهلي برضو هي مش تقلت صراحة لا 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 عايزين حد غيرنا حتى غيرنا ده حربوه السنة دي حتى الزمالكة حارب السنة دي بقى مطشي قبل المطشي وفي تلتة ايام قال يعني دي الحكاية العدلة اللي موجودة بيننا ده غلط 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 على الكرة في مصر وكلها وهيستمر على فكرة خد بالك انت البطولات بتزيد يعني انت النهاردة بتكلم على سيزن جاي احنا بقنا ثلاث سنين اهو بنعب افريقيا ونكمل مشوار للاخر وبنلعب كاس عالم وبنلعب سوبر افريقي وبنلعب دولي محلي وبنلعب كاس قديم وبنلعب كاس كديد واستحدثة بطولة كاس الربطة ومن السنة الجاي عندك بطولة اسمها السوبر ليج وبالسنة الجاي عندك بطولة اسمها البطولة العربية ومن السنة اللي بعدها كاس العالم هيبقى اتنين وثلاثين فريق فانت بتكلم على انه الاجندة في السنوات اللي جاية هتبقى فوق طاقة البشر والانديل لو مفيش تحرك من دلوقتي وتخطيط سليم للمواسم اللي جاية تخطيط اربع خمس سنين قدام كل عام وحضرتك بخير عندنا حاجة بتقول بتعرف ولا بتعرفش بتعرف حضرتك ولا بتعرفش بتعرفش خلاص سيب بقى الحكاية دي خلص وما تطلعش حاجة تخلي الناس تمسكها عليك انا دلوقتي انا ماسك عليه انه ما بيعرفش يتصرف ولا بيعرف ينظم ولا بيعرف يعمل ايه حاجة ليه يعني انت المفروض حاجة طلعة طب ما في انجلترا في حاجة اسمها كاس المالكة وكان فيه كاس انجلترا وفيه كاس ربطة المحترفين فيه عندية بتعمل ايه بقى لما في كل الحالات دي بتضحي بكاس الاندية او بتضحي بكاس مش عاد هو كسر ربطة دايما كسر ربطة ما بيبقاش لي وزن ما بيبقاش وزن بيبقى فرصة لتجربة بالزبط كده السكة البيت لاحياء البطولة او الكلام من ده انما هنا انت مطالب بينك انجلت اي حاجة تبقى موجودة فيها اولا لازم اسم الناد لالي يبقى موجود فيه تسويئيا اي حاجة لو في افريقيا الناد لالي كدر لا بيخرج ما عاش بيتابع البطولة اللي بيتابعوها بقى اهل الوداد اهل سانداون اهل حتى سانداون ما بتكملش البطولة فبتلاقي بقى فيه اسماء تكين دخلت عليك تبقاش بطولة قوية ما بتبقاش بطولة واخد العين حتى انت بتحلل في القنوات التانية تبقاش بطولة بطولة تتكلم اه اه وليه لا وعاديين نشوف فرق جديدة وعاديين نشوف فجوه جديدة انما الكواليتي الماتشاط والمباريات الجامدة يبقى الاهل والوداد الاهل والتراجي جمالك وتراجي ولا جمالك ووداء انت فهمت هذا عزي ده الاسماء دي ولا اي حد مستجد علينا تاني في افريقيا بيطلع بضربة حظ ين فدي برضو ليه ويبودك انت ليه سيكل تانية خالص في الحكاية والحقيقة كمان انه نجحت الاهل يسيبك من الميدالية برونزية مركز رابع سيكما القصة دي لكن المشاركات على مستوى او الاحتكاك على مستوى دولي وعلامي يا كابتن شريف ادى للاهل بريستيج تاني خالص واثار غيرت ناس كثيرة جد يعني انت لما تلعب مع ريال مدريد ريال مدريد وبار ميونيك حتى لو بتخسر منهم بالمناسبة مواجهات رسمية وبتقدم مباريات مقبولة فنية النظر للفارق لازم نعترف بيها انشلوتي تكلم اللعيبة بتاعت ريال مدريد احتضنت اللعيبة جود بلايرد انه بيبتبخي حتة تنظيم معين انت مش مؤهل سيستم السيستم مش مؤهل على ريال مدريد لا وبتكسب ابطال القرارات بتكسب مونتري المكسيكي وبتكسب سياتل ساوندز واوكلاند والدحيل والهلال السعودي يعني بتكسب ابطال قرارات الهلال اللي هو كان ممكن يكسب طبعا 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 عايز ارجع معك على الملف عندنا هنا طب احنا عندنا في حالة ضجيج وفي حالة صخب عالية جدا المردود بقى بتاع المنتج انت شايفه ازاي لما نيجي نبص البطولة الداولي حجم المواب اللي افرزتها البطولة لما نيجي نبص للمحترفين الاجانب هل اضافوا الكرة المصرية هل ساعدوا على تطوير المسابقة تطوير المستوى لا بس تسمحني نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا وسبكم النتاج وسبكم البطولات وسبكم من كل حاجة انا بتكلم على الجودة على المنتج لازم قبل ما نشوف الارقام تاخد بالك ونسمع طبعا رأي نجمينا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم لازم تاخد بالك من نقطتين اساسياتين نقطة الاولى انه في كل مكان في العالم وده ينتبق على كل شيء مش بس على لعبين محترفين حتى على السلع حتى على البضايع من ازر السلع الاكبر سلع عشان اجيب سلعة مش موجودة عندي لا حاجة اسمها كود لا حاجة اسمها سبكس او سبيسيكيشنز في كود معين عشان اسمح بدخول السلع دي بما فيهم مركان طبعا على الدول اللي عندها تجارب نجحة ومحترمة بما فيهم الدول اللي بنشوف متفرج على الكرة احنا منبهرين زي الدول الانجليزي يعني الدولي الانجليزي زي الدولي الفرنساوي زي الدولي الالماني مواصفات لللاعب سنه مشاركاته الدولية في دول بتشترد اساسا انه عشان نجيب لعب لازم يبقى داولي وشارك في الموسم ده مع عدد معين من المباريات للمنتخب فده القصة الاولى هل في كود للعيب المحترف او مع اللاعبين المحترفين او معايير يعني اتحددت عشان نجيب لعبين محترفين لانه ده هيقدم للسؤال ايه السبب في ان انا بقى الجاء لوجود لعب محترف لعب اجنبي هنا في مصف كل اللاعب اللي بتلعب مفترض انها محترفة اجابة كلمة على المحترفين الاجاني الفكرة انه يطور يرفع المستوى اه ده سبب اساسي وشوفنا تجارب وهنا مش هتكلم مثلا على الدولي الانجليزي والالماني والاسباني لا تعال ان بص على الدوريات الخليجية وتعال ان بص على الدوريات المغربية وتحديدا المغرب او السعودية او قطر او الامارات هل المسابقات اتطورت هل المرضود الفني اللاعبين دول جاب نتاج اجابية على اللاعب الوطني هل قصة الاستثمار نجحت فكرة ان انا اجيب لعاب استفيد منه فنان وبعد كده قدر ابيعه وسوقه لاوروبا واكسب منه تعالوا نطبق كل ده على الدوري عندنا هنا في مصر ونشوف رأي كابتن شريف عبد المنعم بس بعد ما استعرض معك مجموعة من الارقام اول الارقام معنا مرتبطة بعدد المحترفين الدوليين اللي بيلعبوا عندنا في الدوري المحلي خلينا نشوف الارقام ونرجع ندخل في الموضوع دي ارقام المحترفين اجنب في الدولي المصري مية واثنين لعب كابتن شريف منهم تلاتة واربعين لعب دولي ستين في المية من الرقم ده من اللاعبات الدوليين شاركوا لمباراة ومباراتين مع منتخباتهم بداية هل شفت ان المحترفين في الوقت الحالي مثلوا اضافة هو اصلا انت دايما بتبحث عن التدعيمات للفرق الكبيرة اللي هي بتلعف كذا بطولة فمن حقاها هي تبقى عندهم شركات مش على القل من على القل خمس لعيبة في كل فرقة مظبوط زي الزمالك او زي الاهلي غير تحت السن بقى المستجد السندي ان فيه كمان تحت السن اه او الفرق انا شاف فيه تجربة دلوقتي كمان ان في الممتاز به بيجيبوا العيب عجانب وبيحطوها شفت في ز لعيبة جاية من بره و حالا كده فه اه كويس بس المعايير اللي الحاجر بتكلم عنها دي او انا بنطقي او بدهار علي اللاعب هي ما بقيتش هي بقيت لعبة وقلة الوكيل يعرف يعمل سيفيل اي لعب لعب ويقدمه لك في صورة الهداف وصورة اللعب في البرازيل ولعب انجلترا ولعب المغرب واحترف اسكندانيفيا واحترف ويبتري ديك المردود اللي انت تقول حتى لو جبته وعمل مشاركات بقى سابورتنجلي انا في حاجات انا محتاجة في الاماكن دي اقدر بعد كده عمله ريسيل لأي حتة تانية عنده ريبيتيشن عنده صمعة ولكن انت لو انا المسؤول مثلا وبتكلم عن ملف ده انا اكتر ولد حاجيبه عنده 23-24 سنة من هنا انا مش نضمن على حاجة اللي هي تجربة مين؟ إليو ديانج إليو ديانج دي تجربة ليه تجربة دي الانجح اللي انا بتخيلها ان كل التجارب او كل تمشي في نفس السياق ده الانفيسمينت اللي انا عادي اخليه موجودة عندي في الرياضة في الرياضة عموما ابتكلم من المنظور ده اللي هو اللعيبة اللي ما بتروحش تحترف في اوروبا إذا كنت هتبص في أفريقيا دول كتير جدا دول بتوع ألافات موجودين في أفريقيا فأنا ملعبش الحساب الوكيل أنا ملعبش الحساب النافس انا انا ده ما عندي انا راجل بيشتغل في التسويق هو اللي يبحث في الملف ده هو اللي يعمل ملف النفس هو اللي يجيب الجماعة دول ويعمل لهم حالة عاشة هنا في مصر وينطاقي منهم وبعد كده ياخد اللي عايزه واللي مش عايزه وخلاص هو منظومة السكاوتينج في مصر هنا فيها قصور او فيها عيوب من وجهة نظرك انا منظومة منظومة الاكتشافة للمواهب خصوصا لأجانب انا متأكد انه فيما يتعلق بالمواهب المصرية عندنا مشاكل كتير انا عندنا ملفات قصور هنا وقصور هنا ان حضرتك تقدم ملف مدروس ينفذ يعني يا ما قدمنا حاجات لناس كانت مسؤولة في قدارة الكورة والحاجات دي يقولك اه انا الملف ده عامله وحقدمه اقوله طب الحمد لله يعني الفكر واحد طريقة واحدة الشكل واحد انا رجل بسفرج على الغرب بيعمله ايه واروبا بتعمل ايه والجاحات اللي بتحصل فبحاول اقلد بحاول اقول ليه دول نكحين وانا مش ناجح بحاول ايه الفرق اللي بيني وبينهم غير الفلوس والملاعب عاديين نعرب ناخد الحاجات الحلوة اللي عندهم وبعدين تيجي دور على الملف اللي حداك بتكلم عنه ده تسيبك من الاندية ما عندك الاتحادية في مصر كويس؟ لجنة المحترفين لجنة المهارفين دي اللي عندها كواعد كل لعيمة مصر كلها تمشي عليها ولا غلط ده ما هتعمل شكل احترافي في مصر ايه؟ ماشيني محترف في كل حاجة حقيقي ما تدينيش صغرة ما تدينيش للنادي حق على اللاعب اه انت تمضي على بياض وانت عندك 16 سنة وانت 18 سنة لا انت تمضي لما جا بيعك انا بيعك مشروط كل اللاعب لازم عنده وكيل اعمال يشوف العقد ده شكله ايه؟ ده احنا قصة اللي عادي فيها فضايح كتير ما هو ده من السيستم اللي حضرت بتكلمني عنه انا لازم ابقى عندي حاجة ملف سليم الاول مفوش صغرة على فكرة العقود بتاعت اللاعيبة في مصر هنا ومنها اللي تسرب كمان مؤخرا ممكن يتعرض النادي صاحب العقد ده او الناديين اصحاب التعاقد ده العقوبات من الفيفا ده كل حاجة واللعيب واللعيب يتعود وهي مشكلة الكهرباء فين اخبالك ففي حاجات كتير ايه جوه المنظومة كلها مش بس المية اتنين لعيب اللي انت جايبهم بقى انت ساعات بتبقى محتاج تجيب لعيب بسرعة او محتاج في المركات وبتاعك انك انت تدخل اتنين تجيب لعيب بيتعرض عليك عشر اتناشر واحد او بتجيب المتاح والمفروض انه يعني انا نفهمه يعني انه الطبيعي انه لو في بعشرة جنيه بلانينج انه 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 انا مش هستنى لما احتياج ومش هستنى لما يجي موسم الانتقالات المفترض انه لو يعني لو انا هشتغل بشكل الامك انا عندي في كل مركز او شن اى وو شن بي وابشن سي بدون اصابات بش من قبل اياه stretcher اياه besed ايه اللي ميخليك تدوري على باك رايت دلوقه? انا لما يجي موسم الانتقالات انا ده احنا عندنا في مراكز انا جايلك احنا عندما يراكز في كرة في مصر انا فيها مشاكل. اه انت ايه لعندك اتنين اتعاروا في مركز واحد خلاص لازم تفتح ملف في الباك رايت. عندك اه مشكلة كانت في السنتر فرود. لازم تفتح ملف السنتر فرود. عندك مشكلة في العمق الدفاعي عندك اه جنب اه اي حد بيلعب. لازم تفتح الملف ده. عشان كده بيحصل. ايه. ب انك انت بتعمل عرض وطلب مع ايه وكيل عندك تقول له وفر لي المكان ده ووفر لي المكان ده. والدنيا بي تكون لها عارفة كل الكلام ده. يعني مش انا وانت بس ولا هم بس ولا. بقى كل حاجة على الملء يعني. اه. الاهلي حعمل صفقة. اه. لاعب وسط ملعب مهاجم وبلي ميكر. اه بس انا 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 كنت تنشرين معلش اسمحي. انا لو عندي الداتا بيس دي. انا لو شايف عبو عيني في افريقيا. مثلا اكلم على افريقيا يعني. او امريكا اللاتيني او اوروبا. او حتى اس اما انا ممكن اجيب لعيبة من الدوريات الخليجية برضو. او ايه. انا انا يبقى عندي في كل مركز. انا عندي 11 مركز في الملعب. عندي في كل مركز دول. اوبشن واحد. اوبشن اتنين. اوبشن تلاتة. اوبشن اربعة. وعارف ومتأكد من الكواليتي ان هو ده الكواليتي ان انا بدور عليه. لما يجي مركاتو او لما يجي حاجة لان انا احتاج ادعم مركز. اخلص على طول. مش لسه هبتدي ادور. مش لسه هروح. لا ولازم يكون عندك العين الخبيرة اللي هي اتعرف ت تجيب لها. ما هو اكيد طبعا. لازم يكون عندك عين خبيرة هي اللي تعرف تجيب لعيب. او تشاور. لما تشوف اللعيب ده كده. تقول اه ده لعيب كويس. تشيرت الاهلي. تشيرت الدمالي. الكرة في مصر تجي لك انت. كان حجم المواهب اللي موجود فيها عامل ازاي. كلهم مواهب. بصراحة. انا محظوظ. واللي لعبوا معي ناشئين كلهم مواهب. مثلا انا لو عدت لك الناشئين اللي كانوا بلعبوا معي. انا طلعت فوق وطلع معي اتنين تلاتة كوي والباقي راحوا الاندية التانية. انت عارف نغمة اه 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 شيرا العبد ولا تربيته دي جات من ايه. جات من ايه احنا. احنا اللي بقينا نطلع مواهب كتير اوي اه اه وفوق عندك اه اه فول تيم. فيخش بسرعة شيفة عمان بالعافية. اه كان قبلية لبحطيتي مثلا وتسمري. و اه تجيب مثلا لعيب اه يصاب ولا حاجة. بس انا قاعد في الناشئين تحت. انا جنبي اه اه فرقة. اه فرع. يعني كان الله رحمه جمال الجندي ده كان من حاجة بفول باور. اه اه فرديات شريف عد بنعم اعلى شوية. اه 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 فوتورك بتاعه جامد مش عافيه. اه ما تيجي التراهن عليها تقوله طب هات دايمين وهات دا شمي. طب ودي ده المصري وهات شريف مش عارف فين. طب ودي ده المقولين وهات اه. اه كان عندك عملية تفريق كبيرة جدا. ومقفوق مقفولة. ما اه اه عشان تخش. لاني بقى لك صدفة. وحظ. وتواكب الانتصارات. احنا عندنا الفرقة اللي كان بتكسب بها. ما عليش. اه استحملني. لا لا. اللي بتكسب الفرقة ما بتتغيرش. مم. وكنا عارفين مين الاساسي. ومين اللي حينزل في الديئة كذا. ومين اللي. اه ده حيل عشتين ديئة. وده اربعين ديئة. اه. وصفت حينزل يعمل المطش كله. ويعمل الاقاع والبتاع. ينزل مجدي بعد كده عبدالغاني لما دخل الفرقة. يعمل حالة الدفاع والجريف كل حتة ويقطع. فيه شطة كان موجود في نفس الم اهام دي. يعني. وعندك بقيت السرعات. وكلمة مصطفى. سنتر فرد مصطفى عبدالخطيب. وعبدالز عبدالشافي. او. وشيف عبدالمنع. وانت روحت الاهلي ازاي كده ابتن شريف. ناشئين. ناشئين. انت روحت كده اختبرت يعني. اختبرت. قالوا لي تعالى بكرة. يعني مش بطال او مرة. تاني يوم فردت بقى. والخوف راح. والبتاع. مضوني. وبتاليت العب خط البطولة معهم التجار تاني راوند يعني. اه. انت اصغر واحد تسجل ال اهلي في افريقيا صح. من اللعيب اقل اعتبر انا اصغر لعيب. كم سنة سجلت في افريقيا. كان عندي 17 سنة اعتبر. ناشئين يعني زي بيقولوا عليهم دلوقت. بيقولوا عليهم ناشئين. ما هو اللي يكلم على وعد عنده 17 سنة ده تناشئ. غلط. يعني فيه ناس بكلمني يتقول لي انا 2002. عايز اروح شوف لي حت. اقول لي شوف لك حتة ايه. انت تلعب درجة اولى. انت. انا مش هعطك ناشئين خالص. انت متنفعش تبقى ناشئين خلاص. 2002 دلوقتي. 2001. 2003 وعده عشرين سنة. لازم يبقوا. ايه. موجودين في اه دائرة الضوء. طيب خليني هكمل في النقطة دي معاك بس يهمني كمان انا عاملين خريطة كده احصاء لأكتر الجنسيات مشاركة في في اللاعبين المحترفين في الدول المصري. اه. وارجع تقول لي كده مين الخمس اسماء اللي لفتوا نظر غير محترفين. يعني متقول ليش معلول وديانج وبرسي يعني طلع. حميد تاو. طلع. تعال نسوف كده جنسيات اللاعبين المحترفين. طيب. طبعا عندنا. عندنا عشاش كبيرة بس اشانا. اه ممكن نجيبها للكابتن شريف قدامنا. عشاشة كبيرة. اه. ناجيريا في الصدارة. اه. هي كابتن شريف. اتفضل. اوكي تمانية وعشرين لعب او. اه. اه. ما معي هنا. اه. بس هنا احلى كبه. اه. تونس خمستاشر. كدفور ستة. المغرب خمسة. المغرب خمسة. غانا تسعة. خمسة برضو. اه. بوركينا فاشة اربعة. اه. اغاندا اربعة. اه. فلسطين اربعة. انا مش عارف. انا مش عارف. انا مش عارف ما اعتبروش اجانب يعني بس. اه انا مش عارف. جزائر اربعة. غينيا ثلاثة. تركيا اتنين. تنزانيا. تنزانيا اه. اه. بينين اتنين. اتنين. كاميرو اتنين. جنوب افريكيا اتنين. مال اتنين. انجولا. اتنين. غينيا بساوي واحد. تنغال واحد. الاردن واحد. السودان واحد. كله واحد بقي. اثيوبيا والمرزيل. وطوجو. وليبيا وموروتانيا. واء. والجابون. 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 وكلومبيا. مين الكولومبيا؟ حاولوا تجبولي كده مين؟ بتاع المقاولين؟ اه لويس ادواردو اه لويس ادواردو قولي اهم خمس برا محترفي الاهلي مين اهم خمس محترفين شايفهم في الدولة المحلي مين لفت نظر كابتن شريف؟ انت لو قطليش خمسة من مئة واثنين شي منهم الخمسة بتاع الاهلي قلتلك حميد تاو ده؟ اه حميد تاو والرجل بتاع المقاولين حميد ماءو احنا بتاعنا اللي تاو احنا بتاعنا تاو حميد ماءو و اه فيها وينجليفت بتاع المقاولين العرب لسه جايبينه السنة دي الوينجليفت الوينجليفت اللي بيعجبني بصراحة اسمه جوناسون جوين اه ايوه اه انا بيعجبني كمان فيوتشر اه الجزيري بتاع الزمانك الجزيري سيخد بالك اه اه الدين انا الجزيري انا بيعجب كورة بس ساعات الفرقة لما بتبقى كويسة ايه بيتبان بيتباروز اله ايه يعني فيه لعيبة عندها البيت بتاع الكورة اه عندك مين تاني اه بتعاني يا كابتن شريف عشان تطلع خمس اسماء حسك ده انا بيعاني عشان اطلع عشرة اه ينفعوا المنتخب اه اه احمد رشيد ده كويس كويس بس من السوقر يعني كلهم تقول عليهم دول يعني تقدر تقول انه بيمسي الكورة بيفكر عنده حالة وجود اه ما يجيب جون فيه كمان يبقى عموما التجارب النكحة بالنسبة لك على مستوى المناطق تجارب لعبين شمال افريقيا ولا تجارب لعبين اه 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 جنوب افريقيا يعني تميل اكتر لمدرسة الجزائر والمغرب والترجي شايف ان دول صابوا بصمة اكبر ولا السنغال و و نيجيريا بهمها نيجيريا في الصدارة والكاميرو نوكوت ديفوار يعني انا ده فيه تفاوت هنا عندك انطوي عمل حالة هنا اه لا واللي عمل حالة ايفونا و اوتاكا مسلا ايفونا و اوتاكا و فليكس اعمل حالة بسرعة ايفونا و طار على برا اه ايفونا و طار بصراحة جاب جون علامي في الدولة السنية شايف شوف طوله لا الشمال افريقيا الجويس اوي مش هي مش هيبقى عندك هنا هيروح هيتعرف هيروح فين؟ هيروح اسيا واحد من انجح المحترفين و رفض جات العلود كثير على فكرة اكسبشان علي معلول نجاحك اكسبشان علي معلول نجاحه معك و انت توفقت صفقة زي دي ديانجة ديانجة ده حالة بكل اللي احنا قلنا عليهم حالة من الياردة ثامنة و خمس ستة مليون يورو من اربعة الستة مليون يورو اربعة اعتقد مليون اربعة الستة بالزبط كده اعتقد ان اي حد بيجي مصر كمان هنا بيحصل له اوبجريد خاصة انا ما بيقع في فرقة بتاخد بطولة انا بجيب انا بجيب حد عشان ي ياخد بطولة لا عشان يعمل لي هو اوبجريد يعني هو يكون سبب اه انا مش عايش انا اللي اعمل له اوبجريد انا جايبه عشان انا احمل اوبجريد للمسابقة انا اوصفات الناد الاهلي في اللعب مش انو حريت بس اتشيرت الاهلي بيتوافق بس باتكلم على الاهلي بس انا باتكلم على الاهلي بالعكس ممكن الاهلي استفد من محترفين كتير جد استفد ماديا واستفد فنيا لكن انا باتكلم على الوفرول تجربة المحترفين اللي اجانب في مصر احنا جيبنا لعيبة كتير اوز بس اه والانديا كتير جابت اجوجه مثلا افكر اجوجه اه طبعا اجوجه ده انجليزي ايه مش اه مش طعيم اي عاج ما عملش حاجة واختب بعضه ايه بان الدوري هنا كان اه يستطيع اي حد مختلف انو يلعب فيه صحيح او يبقى الوجود اعرامهم موضوع المواهب ده ملف كبير ويظل مفتوح وخصوصا لما اتكلم بقى على المواهب في الكرة المصرية المواهب اللي بتطلحها الانديا المواهب بتطلحها قطاعات النشئين المواهب اللي بتفرزها الدوريات ومش بس الدوري الممتاز حتى دوري الدرجة التانية طول عمره الحقيقة خرج منه لعيبة كبيرة جدا واللعيبة لعبت في المنتخبات مصر القصة دي غابت واختفت تقريبا بقى لنا سنين وبقى فيه مراكز بعينها بقى تصدع في الكرة المصرية ملاكز بندورها على لعيبة او اتنين مش لقيين وبالتالي موضوعه بلف كبير جدا بس نتمنى نشوف رؤية او تحرك فيها او نشوف تخطيط او نشوف فكرة او نشوف حاجة بتطبع على ارض الواقع بدل ما احنا مش شيرين والسنين بتعدي وانت زي ما بيقولوا كده الكرة في مصر محلك سر نوارت الدنيا كابتن شريف وارت وبتمنى معك وارت طيب مرة تانية وناس عد بيك ده وبتمنى معك الناس تبص وتنظم وتخطط لصالح كرة المصرية لو ما خدناش بالنا من اللي جاي هنقع في ورطة يعني صعبة جدا ورطات بصراحة احنا ندور على نتائج من المنتخبات صحيح وارت الدنيا كابتن شريف باشكركم على المتابعة تحياتي ليكم نشوفكم في حلقة جديدة من السادسة